اشتركوا في القناة من بعد الولادة في الايام الاولى هيتهيقلن ان هما بيبتسموا هتلاقي على وشهم علامة ارتياح هما نايمين اغلب الوقت هو الحقيقة دي مش الابتسامة المقصودة اللي احنا بنتكلم بها ادلوقتي هي دي ابتسامة برضو بس هي نقدر نقول علميا هي نوع من انواع الريلاكسيشن او الاسترخاء الخاص بعضلات الوجهة عند الطفل فهتلاقوا ان هو نايم وحتى للناس الكبار كانوا يقولوا ايه ده بصوا ده هو نايم الملايكة بتلعبه او بتكلمه دي حاجات حلوة يعني دي موروسات جميلة بس سنقصد بقى بتكلم على اول ابتسامة حقيقية ابتسامة لها معنى ابتسامة لها قصد بالزبط كده بتكون للام ودي بتكون متوقعة من بعد الشهر من بعد الاسبوع التالت مش لازم تحصل بالتاريخ يعني عند واحد وعشرين يوم بالزبط بس سقصد بعد تلات اسابيع او نقدر نقول شهر الطفل بي هنا بقى بيختص امه بابتسامة حقيقية هو بيكون قصد يتحك لها قصد يشكرها قصد يقول لها انتي مقدرين تعبك وكل الحاجات الحلوة اللي انتي بتعملها لنا فدي اول ابتسامة زي ما قلنا معادها وياريت انا بحس انها بتيجي في الوقت اللي الام بتبقى بدأت بقى تتصدم ايه ده وانا على طول ما بنامش وعلى طول عيط وعلى طول انتي عارفة ده واريت جدا بحس ان ربنا بيبعتها لانه في الوقت فعلا لو يعني لما بنركز كده دلوقتي انا وانتي ما هو بعد ثلاثة اسابيع او شهر بتكون فعلا الناس يعني بدأ يكشر على الانية لا خلاص اه بتكون الام تحديدا في موضوع النوم لان الطفل بيصحى كل ساعة ونص او ساعتين ماكسيمم يعني وحيانا في اطفال بتصحى بتنام عشر دقايق بس وربع ساعة ويصحوا خلاص فبتكون الام فعلا مش قادرة تنام عشان كده حتى دايما يتقل الام ايه حاولي تنامي وقت ما هو ينام يعني اول بتبقى معادلة صعبة وجملة صعبة جدا بتبقى معادلة صعبة بس في الاخر زي ما انتي بتقولي المانع ان يكون فعلا دي طبطبة كده من ربنا ساعة تعالى انه بيروح مدي بقى بتسامة الطفل اه بتروحي منسياكي كل حاجة نسيدي كل حاجة اعترفي انا نسيت اسمي انا نسيته بس برضو فيها دكتور المرة اللي هي ايه الام بتبقى عارفة ان الطفل على طول في الاول بينام يردع وينام يردع وينام فيه الشكوى فجأة كده بتكتشف ان هذا الكائن عنده كدرة زي ما حاجة بتقول للصهر وتلاقي في اسبوع كده بدأ حياط 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 اه واسبوع المغز ده الامهات بيجي لها باريج اه بيجي لها زعل ايه ده هو ماله هو تعبان هو في ايه هوان غلطانة هوان طب انا مش برضعه كفاية اه الاسبوع ده او الفترة دي الصدمة الاورانية ان هو الطفل ده نوي يعود اول سنتين من عمره ما بينامش لا لا بتبقى صدمة للامهات بس اه لازم تحتوي الموضوع بالراحة ولازم اللي حواليه ياخده بالهم من نقطة اه ان فيه اختراع يا جماعة والله العظيم اسمه بتأمه بعد الولادة طبعا زائد قلة النوم اللي بتعمل عصبية لأيه بني قدمه بتخليه مش متزن وبتخليه تعبان وبتخليه مش قادر يستحمل وجهازه العصبي مضغوط فيريت اللي حوالين الام يقدره بقى اول فترة الطفل فيها من عمره الفكرة بتبقى بتنام كويس جدا بس انا اولادي كان عندهم مسلا مختلف يعني شهرين بيناموا شهر ما بينامش خالص واربا عدو اسبوعين مش عارف ايه اسبوع واسبوع فاجأة بقى بالنام الصبح بقى ايه بالنام بالليء يعني الموضوع بياخد مجهود صحيح فياريت بس اللي حوالين الام بذات الاب بقى نحطه تحت مية خط افهم ان هي جهازها العصبي مضغوط عليك جدا فلازم تبقى عصبي تمام هو جهازها العصبي مضغوط بس مش لازم تبقى عصبي يعني يبقى صدقني 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 طبعا قلة النوم بتسبب العصبية وبتسبب ان بيبقى الحساسية المفرطة بالزبط كده لكن خلينا ناخد من كلامك بعض النقاط كده اللي عايزين نعلق عليها سريعا هل في حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الولادة اه طبعا فيه اكتئاب ما بعد الولادة ولكن مهمة اوي ان احنا نقول معلومة ان اكتئاب ما بعد الولادة لا يحدث لكل الناس اللي انجبوا يعني مش هو مش ديفولت او مش حاجة يعني لو لقيت نفسك مفرفشة متكيبش نفسك معنا هي صحية بالزبط كده او ما تقوليش ايه الله هو انا ليه ما جاليش اكتئاب ما بعد الولادة اكتئاب ما بعد الولادة ده امر يحدث احيانا ولا يحدث فيه احيان كثيرة جدا يحدث لبعض الناس اللي عندهم استعداد يعني اه اني اعطر هات اي بني قدم طبيعي دكتور راجل او ستة ما انا هقولك بس طب ما انا هقولك لا لا والله اسمعني هات اي بني قدم طبيعي ودخلوا علقة الولادة اللي انتو ما جربتوهاش كرجالة فمش عايزين نتكلم معنا هخليه على جنب وبعدها دخلوا في الرضاعة اللي هي مؤلمة على فكرة في البداية بزي ما الناس فكرة وبعدها خليه ما ينامشي خالص وخلي ريحته لبن اربعة وعشرين ساعة وخليه كل اللي حواليه ده غير ان هي ستة حاسة ان شكلها والجسمها تغير وكل ده تمام وفي نفس الوقت الرجل ما هو غلبان وبيشقى وبيشتغل ومش بينام لان الطفل بيعيط نصح البيت كله فمش قادر يبقى الرومنتيك اللي يعمل سابورت كده هي فقط بصعبة يعني اه فهي تسعة وتسان وتسعة من عشرة من الستات في مصر بعيش دعوه بره انا بعيشتش بره بيبقى عندك تقاب بعد الولد ما هو انا بس هصحح بقى معلومة تسعة وتسين في المية وتسعة من عشرة كمان يا ستي عندهم الحالة اللي انت قلتيها بس ده مش اكتئاب ما بعد الولد والله اسمتش متخير راحب ببنوك ما هو انا بقولك اهو لا 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 ما انا بقولك اهو ما انا بقولك اهو ده مش الاكتئاب ما بعد الولد ده حالة مرضية حل ليها اعراض محددة ليها عوارض معينة ايه بقى افكالنا لا مش هنحكي بقى فيه عشان فيه حاجة اسمها انما لا انكر يعني اللي انت قلتي ده مش هقولك بقى تسعة وتسين مية في المية من الامهات في مصر والعالم بيكونوا في الحالة اللي انت قلتيها دي اللي هي يبقى حالة الاجهاد الشديد حالة العصبية حالة عدم القدرة على التحمل فقدان التركيز احيانا اه عدم القدرة على التواصل مع شخص بشكل يعني طبيعي احباط ان ايه حصلناها تايها احباط كل ده تمام بس كل ده ما احترامي شديد هو ده مش اكتئاب فهمتي قصدي لكن دي حالة ليها احترامها برضو وليها تقدرها وانت قلتي حاجة مهمة قوي دلوقتي قلتي يا ريت اللي حوالين الام وتحديدا الزوج انا بقى بقى قول انا الزوج له عامل رئيسي رئيسي جدا في تخطي هذه المرحلة انه يساعد مراته وانا هنا بكلم عن الزوج الطبيعي ما بكلمش عن الزوج السوبر ولا الزوج المثالي ولا الزوج النبيل ولا الزوج اللي احنا بنشوفه حلوى الزوج النبيل دي انا بتكلم عن الزوج الطبيعي الزوج الطبيعي هو شريك في المسئولية طبعا مش ولادك هو هنا زوج واب تمام لازم تساعد مراتك لازم تتحملها لازم تحتويها لازم تقدر مجهودها لازم تشجعها لازم تحفزها لازم تشيل معها المسئولية والنبي بلاش الجملة بتاعت ما كل الناس خلفت وكل الناس رضعت وكل الناس ربت وكل الناس عملت والنبي بلاش الجملة دي انها متعبة جدا وهي دي فعلا من الجمل اللي بتباني ان هي بسيطة وبيقولوها احيانا او بيقعوا في الفخص ده اهالينا بقى الكبار سواء ام الزوجة نفسها او حماتها ام الزوج ممكن برضو تطلع الجملة دي بشكل كده اعتيادي ولكن ده امر برضو لا يجب ان هو يتعمل الام هنا مقدرة فعلا وعبر بقى عن تأديرك لمراتك بالمواقف البسيطة اللي انت مش هتكلفك حاجة على فكرة لا مجهود ولا حاجة واستغل الوقت الاسنين قولة من عمر ولادك انك تعمل برضو بينك وبينهم ربط خدهم ما ترجع من الشغل سيبيهم لي وعملي لي انت عايزة شوية خدشي استحمي غريض ومكريحين اتنمي ساعتين تشيله لما يعيض بالليل تجهز رضع لو هو بيرضع صناعي تحضر معها حاجات الغيار هو كل ما هي تتعرض له حط في اعتبارك ان انت عليك المسئولية زيك زيها لكن هي ربنا سبحانه وتعالى اختصها وكرمها بهذا الجهد عشان هي الام التي يعني ليس بعدها تقدير لكن انت قدامك فرصة كبيرة وانا برضو بكرر كلامي يا فاطمة انا بتكلم عن الزوج الطبيعي الناس الطبيعية هي اللي بتعمل كده الناس السوبر بقى بيعملوا حاجات تانية بس اصدي الناس الطبيعية عشان الوقت ما طلقتش للجبلة اي عشان برضو بزفت كده هنطلع اسم مع او جنيه ونرجع نكمل ونحبش برضو نتكلم عن نفسنا كتير اشتركوا في القناة